وعود مشاهدين للخبر الأبرز واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين والوفد المرافقة له صباح اليوم حيث أكد الرئيس السيسي أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصلح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين والوفد المرافقة له وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج ولواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة بالإضافة إلى استفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مستفى جارج أشار المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية إلى أن الوزير الأمريكي نقل للسيد الرئيس تحيات رئيس بايدن وتقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكداً أهمية الشراكة لاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الأقليمي وقد تناول اللقاء في هذا الصدد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث تم تبادل وجهة النظر بشأن كيفية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وقطر للمضي قدماً في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وتيسير إنفاذ المساعدة الإنسانية وقد حرس السيد الرئيس في هذا الإطار على التجديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدة إلى أهالي غزة الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعدم معصلة سياسات تصعيد ضد الفلسطينيين وفي هذا الصيق أكد الجانبان أن حل الدولتين يظل هو مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين كما تطرق اللقاء إلى تطورات المشهد الإقليمي حيث أكد السيد الرئيس رفض مصر لمحاولات تصعيد السراء وتوسعة نطاقه إقليمياً مشيراً إلى ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسئولية ومجدداً تأكيد دعم مصر للبنان في مواجهة الهجوم السبراني الذي تعرضت له مشدداً على حرص مصر على أمن لبنان واستقراره والسيادته وقد تم التوافق على تكسيف الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة بهدف التهدئة وخفض التصعيد على النحو الذي يضمن استعادة السلم والأمن الإقليميين اللقاء تطرق كذلك إلى جهود تطوير العلاقات السنائية حيث تم تأكيد الحرص المتبادل على استئناف الحوار الاستراتيجي والترحيب بنعقده خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية الجارية لمصر وذلك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة للدولتين كما عقدت سيد الرئيس عبد الفتح السيسي اجتماعاً مع الفريق أسامة ربيا رئيس هيئة قناة السويس والمهندس مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر وقد اطلع السيد الرئيس على تطورات حركة الملحة بقناة السويس في ضوء التحديات الرهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وسبل الحد من التأثيرات السلبية على حركة الملحة بالقناة في ظل أهمياتها للصدامة واستقرار سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية حيث عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لدعم التوكلات الملحية في أوقات الأزمات عبر تنفيذ أليات متعددة لتقليل تأثيرات الأوضاع الرهنة في البحر الأحمر كما تم استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملحية والبحرية بالقناة عبر استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملحية بما يتلاءم مع السفن العابرة في الظروف الاعتيادية وظروف الطريقة على حد سواء وتقديم الخدمات المتنوعة للسفن المرة وعلى رأسها خدمات الإنقاذ البحري وخدمات الأصلاح وصيانة السفن بترسانة الهيئة فضلاً عن الجهود الجارية لتأسيس مركز عالمي لأصلاح وصيانة السفن بالشركة مع كبرى الشركات العالمية كما تبع سيد رئيس خلال الاجتماع مستجدات الجهود الرامية لتحديث أسطول الصيد المصري بالشركة مع القطاع الخاص الذي يهدف لتوطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة في مصر بما يعزز من جهود الدولة نحو ترسيخ دعائم صناعة بناء السفن واليخوت السياحية وقد وجه سيد رئيس باستمرار العمل على تقديم الخدمات الملاحية والبحرية رغم الأوضاع الراهنة مع معصلة العمل على تعظيم قدرات القناة التي تمثل ركيزة لا غنى عنها لحركة التجارة العالمية في ضوء أدائها المتميز والمشهود له عالمياً بالكفاءة والقدرة حتى خلال ظروف الطريقة وغير الاعتيادية